أنا عارف السودانية مو الزواجين لكن هل حققوا السعادة الزوجية ولا الاستغرار وسهل هم عايشين بس قاعدين لكن أي واحد لو هبشته كده تجاه التاني ينفجر كلنا كنا بنسمع أي زول بيسمعوا الله أنا قاعد معاكم بس عشان أنتو صغار لكن كان مكدي كان ما شير خليت أبوكن أي زول حاسين أنه مضحي بس لأنه ما عارف يعيش الحياة ما قادر يعيش الشراكة ما قادر يقوم بحيات صغيرة صغيرة تضيف للحياة سعادة دي بخلق ليه المجتمع الجاف إحنا الرجول عندنا هي الجافاف ما الحكمة كلان إحنا عشان تبقى راجل لازم تصر وشك وتضرب وتعلي صوتك ودعلي صوتك ومر راجل بس حتى النساء ذاته وهو تربية العنف اللي أنا بتكلم عنها الدفاعية لأنك إنت دائما متهم ودائما محاسب التربية المبنية على المحاسبة الأكتر عنها اللازم بتولد العنف نحن التربية دارينا تحفيزية كن فيها الإلف والموضة والرحمة ترجمة نانسي قنقر